في اجتماع المجموعة النيابية للعدالة والتنبيل الأسبوعي الذي يسهل جدول أعماله بنقاش جديد القضية الفلسطينية التي تشهد تضامن شعبي عالميا واسعا وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلية حيث شارك بعض أعضاء المجموعة في المؤتمر الخامس لبرلمانيون من أجل القدس وفلسطين وأشادت المجموعة النيابية بدعوة صاحب الجلالة بوقف العدوان الغاشم على غزة وإحياء الضمير الإنسانية تمت الإشادة بنداء جلالة الملك حفظه الله بدعوة لوقف العدوان الصيوني الغاشم على غزة وأيضا نداءه من أجل إحياء الضمير الإنساني من أجل مواجهة هذه العدوان كما تمت الإشارة أيضا للعديد من المبادرة عبر العالم التي عبرت عنها الشعوب وعبرت من خلالها عن الحس الإنساني الحي لدى الشعوب الأخرى سواء في الدول الغربية من قبل أمريكا أو أمريكا اللاتينية وبخصوص ما شهده اليوم اللممي للطبقة الشغيلة من ضعف المشاركة الذي اعتبرته المجموعة النيابية ردا طبيعيا على مخرجات الحوار الاجتماعي المخرجات الحوار الاجتماعي الذي جاء مجانبا لكل التطلعات الشغيلة سواء من القطاع الخاص أو القطاع العمومي وأيضا قضية ترحيل الميرف المطلبي لهذه الشغيلة إلى سنوات 2025 و2026 بالإضافة إلى ضعف الزيادة في الأجور التي لا تتناسب والارتفاع المهوي لأسعار جميع السلع وأيضا المعدل التضخم الذي هو في تزايد وعرف لقال السبعي للمجموعة النيابية نقاشا مستفيدا حول مواضيع الجلسة الأسبوعية بالإضافة إلى قضاياتهم والشأن العام الوطني اشتركوا في القناة